ترجمة نانسي قنقر وله اسم أكادي آخر هو أترحاسس ومعناه فائق الحكمة في مكان آخر تقول لعل محاولة المطابقة بين زيو سدر السومري وهو أتنبشتم البابلي ونوح التوراة والقرآن هي التي أوحت إلينا بأن نقارن بين القائمة التوراة والقائمة السومرية وإذا كان سفر التكوين التوراة قد حدد قائمة أباء الأولين وأنبياء ما قبل الطفان فإن ثبت الملوك السومريين المكتشف في رقم طينية السومرية هو الذي حدد قائمة الملوك الأوليين قبل الطفان إذن إلى أي درجة هناك تشابه بين قصص الملوك هؤلاء وبين قصة النبي نوح تشابه كبير جدا حتى فكرة أنه يا زيو سدره اصنع مركبا يأتي له الإله إنكي ويهمس في إذنه أو في الحلم أو خلف جدار القصب كما هي في النص الأصلي ويهمس به ويقول أنه ممنوع على إنكي وهو إله ممنوع أن يسرب أسرار الآلهة والآلهة قررت أن تفني البشر في الأسطور السومرية هل هناك اختلاف بخصوص إن كان الطفان عالميا أو محليا؟ لا لا سأجي عليه خليني في الأسطورة هذه الأسطورة السومرية الآلهة اتفقت بوجود إنكي وهو إنكي هو خالق الإنسان في الأساطير السومرية فلم يقبل لنفسه أن الكائن الذي خلقه وأحيى الأرض سيباد لأنه ما ارتكبش عمليا أخطاء طبيعية طالما الإنسان ناقص يرتكب أخطاء هو ليس إله الإنسان حتى لا يرتكب أخطاء إذن ما الداعي لتدميره بالطفان الترذ لكنه إنليل يعني هو عقاب جماعي ها؟ عقاب جماعي لأنه في ناس بشر من المسؤولين والحيوانات ليست مسؤولة عن أخطاء البشر لماذا تقتل الحيوانات كلها؟ هذه إبادة جماعية هي الأسطورة طريفة فيها جميلة يعني في بيها جمال خاص كأسطورة إحنا ما نعارجها يعني كحقيقة أو ما حقيقة لا نأخذها كما هي كماد دم روية لا عفوا دكتور هناك من يأخذ هذه الأساطير على أنها تاريخية لا عفوا دي شو ميل؟ على أنها تاريخية يعني هذا كلامك مع التوارب يعني فعلا يقول أن هناك زوجين اثنين من كل حيوان صنف حيواني وخذاوة يعني وضيع فيها لا هذا كلامك يعني يصح على النصوص المقدس صحيح وليس على الأساطير هي يعني أحدهم أحصى جميع الكائنات الحية وقال هاي لا تسعى سفينة بلاب عشرة ولا بمئة ولا بألف كيلومتر لأنه وين يخلوها وبعدين هذه من أين سيتلها بالطعام على مدى الأيام الأربعين فطبعا يعني أنت تعرف المناقشة العقلية لهذه الأمور السلسلة الغذائية يجب أن تستمر يعني تتحرج الأسطورة بكل صراحة عموما أنا ردت أقول لك أنه الحادثة كما هي عند السومريوم موجودة بل أوضح أنها نرجع إلى سؤالك أنها حصلت في مدينة شراباك ومدينة شراباك من الجنف حصد نجدها قريبة من نهر دجلة تقريبا حتى شوية ربما يكون الفرات سهم هذه أنت تعرف دجلة كان مشهور جدا بالفيضان نعم يعني حتى اسمه سهم هو السهم المنطلق يعني يفيض حتى طبعا الفرات يفيض هو اللي دمر وادي الرافديين هو الفيضانات غير متوقعة لأنه في النيل كان الفيضان معروف عندهم في ظهور نجمة الشارة اليمانية بعدها بيومين يفيض النيل ينتظرون انتهاء الفيضان فيزرعون ولهذا كل شيء مستتب في مصر أما في وادي الرافديين فالنهرين ججلة والفرات ما لهم مواقيت كانت دائما العلاقة بترسبات الماء والطيم من منابعها أو إلى آخره أقصد من كلامي أن الأنهار فاضت في مكان وهذا المكان لا يتعدى مدينة شروباك نفسها والمدن القريبة ربما منها وربما ليست أكثر من هذا لكن هم كانوا يقولون الأرض فاضت يا أرض هي أرض شروباك أقذت على أنها الأرض بكامل وأصبحت هاي المروية أنت كل الشعوب على أنها الأرض طبعا لم يعود يذكر لا زير صدرك كما هو ولا شروباك بس الغريب جدا أنه مثلا الأساطير المصرية لا تذكر الطفن مطلقة إذن هذا دليل على أنه كان محليا طبعا بل أن أصابير الكنعانية اللي هي متوفرة يعني خصوصا الأوقاريتية لا تذكر الطفن بالمناسبة راح أقول لك على شيء وهذا جميل جدا سينفع المشاهدين فناء الأرض عند الآراميين اللي هم مشترك بين سوريا بين بلاد الشام والواد الرافدين يتم بالهواء وليس بالفيضان نعم لماذا؟ تعرف لماذا؟ لا لأن الإله الأول المسؤول عن الحياة هو الإله أدد حدد إنه إله الريح والبرق فالطفن أو عفوا للنهاية ستحصل بالهواء وليس أوكي يعني هاي المسألة يعني بصراحة كلش واضحة عند الشعوب القديمة جدا واضحة يعني تبريرها واضح تقول عند دراستنا الدقيقة لوصايا شوروباك سنكتشف من دون عناء أنها كانت المصدر الأساسي لتعليم موسى في الكثير من جوانبها تقصد الوصايا العشر لموسى ومعروف أن شوروباك عاش قبل الطفان حيث تذكر النصوص أن أتنبشتم الاسم البابلي لزيو سدرة وهو ابن شوروباك بأنه كان آخر ملوك ما قبل الطفان أي بلغة العهد القديم قبل نوح إذن ما هي الوصايا من الوصايا العشر المعروفة لموسى التي نجد يعني ما يقابلها في وصايا الشوروباك؟ كلها كلها؟ طبعا باستثناء شيء واحد اللي هو في الوصايا العشر يوقع السفت أنا ما كان موجود كيوم مقدس بالنسبة للشعوب ولكن عدد وصايا الشوروباك كان تقريبا لا لا وصايا الشوروباك هي ليست أرقام لا هي وصايا لابنه يقول له أنت ستقبل على الحياة وأنا أريد أن أعطيك خبرتي وكذا ويعدد له أشياء كثيرة جدا بس من ضمنها كل الجمل وأنا أعمل جدول في هذه الدراسة أعمل جدول يعني مثلا لا تشرك هنا يقول له لا تتخذ من غير إلهك إلها نعم يعني مو بالضرورة نفس الحرفية بس هذا هو المعنى مثلا يقول له لا تنظر إلى امرأة غير زوجتك نفس الشيء يعني هناك يقول له لا تزني يعني الوصايا كلها كما ضعي باستثناء واحدة اللي هي يوم السبت يعني في يوم السبت كذا الوصية لا أتذكر عند النص اليهودي أو العبري وحتى أؤكد لك هذا الكلام طبعا هذه هي أقدم نسخة وبالمناسبة أتمنى فعلا أن نناقش هذا الموضوع في مناسبة أخرى هذا النص هو أول نص في التاريخ بأكمله نص أدبي ديني موجود على وجه الأرض ليش؟ لأنه هو في 2600 الكتابة اخترعت في 3200 قبل الميلاد نعم هذا 2600 يعني عدنا 800 سنة حتى استقرت الكتابة لتعبرها عن الألفاظ وعن الأحداث هذه وين ظهرت التعابير؟ ظهرت في أول نص ديني وهو في نفس الوقت الدنيا وأيضا اللي هي تسمى وصية شرباك وهو الملك التاسع في السلالة وما يسمى بالأب التاسع يعني هو يقابل لامك أبو نوح نعم فأنا أقصد من كلامي أن الحادثة من جديد نقول أنها حادثة محلية وكبرت وأصبحت حادثة عالمية نعم ترجمة نانسي قنقر